لا شيء يدل على أنهم يحتفون بميلاد رسول الله سوى عنوان الاحتفائية فيما كل شيء آخر يذهب بعيدا عن حقيقة الاحتفاء والاحتفال بميلاد الرسول فاحتفالات الحوثيين من حيث الشكل والمضمون هدفها تحقيق ما رسمه الإيرانيون يبدو الاحتفال من حيث الشكل عيدا للتنكر ومهرجان للتخريف والتخويث حيث تغيير الخلقة وديهان الوجوه بل والأجساد بطلاء أخضر يدرك من فرضوه مدلولاته المتمثلة في إثبات الطاعة والولاء والقطيعة مع العقل وفقا لمسار القطيع وتلك سياسة قطران إمامية ليست جديدة ومع التشويه والتنكر المخيف تتنكر الاحتفائية الحوثية لرسول الله فلا يحضر ذكره إلا حضورا عابرا كمدخل للاحتفاء الحقيقي بالحوثي وأبيه وأخيه الذين تحضر صورهم العملاقة طاغية على كل شيء آخر فيما تذهب الشعارات على المسار ذاته نحو تكريس القداسة لهم وربطهم برسول الله من خلال كتابة اسمه بجوار صورهم وتلك خطيئة تضع أسوأ قتلة لليمنيين بجوار من وصفه الله بأنه رحمة للعالمين تكريس القداسة للحوثيين ليست سوى مدخل للتكريس الفعلي للقداسة للخميني وخاميني وغيرهم من المجرمين الإيرانيين وذلك ما تتكفل به برامج الاحتفالات الحوثية التي تدس في عقول الجيل بطروق إعلامية مدروسة أن الإيرانيين هم من يدافعون عن الإسلام الآن وأن لا كرامة إلا باتباع إيران مع تحقيق هدف تكريس التبعية المطلقة لإيران والتقديس لأذنابها في اليمن يأتي دور الاحتفال بالمولد كمورد ماليا وطريقة دورية لنهب أموال اليمنين ومع خطورة الربط في اللاوعي بين النهب ومولد النبي يمضي الحوثي على مسار سياسة إمامية خلاصتها جوع المجتمع ليتبعك وهو ما تكشف عنه كل صورة لجوع يفترشون الرصيف تحت اللافتات الحوثية التي تم تجهيزها بملايين من قوت الشعب ويفق كثيرين فإن احتفالات الحوثيين يمكن أن تكون احتفاءا بأي شيء لكن يستحل أن تكون من حيث الشكل أو المضمون احتفاءا بالنبي الذي يحبه اليمنيون